القفلة الأولى وصلت محافظة شمال سيناء مساء يوم 14 أكتوبر كان كل شاحنات وصلت وبدأ تنسيق التحرك لمعبر رفح والحقيقة ما كانش فيه إمكانية ساعتها لدخول المساعدات بشكل مباشر وده اللي دفع عديد من المتطوعين ان هم يفضلوا البقاء أمام المعبر لحين الاطمئنان ان شاحنات المساعدات بدأت توصل لأهلنا في فلسطين وده اللي بدأ يحصل بالفعل فجري يوم 21 أكتوبر بدخول أول شاحنة للمساعدات لأهلنا في فلسطين وكانت شاحنة التحالف الوطني العامة الأهلي استمراراً لعشر ايام من يوم 21 أكتوبر وصولاً ل31 أكتوبر كان وصول أو دخول المية وإجمالي القفلة الأولى المية وتمانية شاحنة كاملين بعد كده يعني الحقيقة في الأول بس قبل ما ندخل الجزئية دي ما كانش أبداً هيحصل أن دخول المساعدات بتاعة القفلة الأولى إلا بجهود الكهيدة السياسية وخاصة مع عقد كمة القاهرة للسلام والجهود اللي قدت إلى أن زيارة السيد الأمين العام لأم المتحدة لمعبر رفح والحث على دخول المساعدات بشكل آمن وضمان وصولها بشكل آمن ومستدام فالجهود دي هي اللي ساعدت في دخول القفلة الأولى واللي مع انتهاء أعمال القفلة الأولى واللي كانت الحقيقة لما بدأت كان فيه غموط شديد في الموقف داخل فلسطين والاحتياجات اللي محتاجها الجانب الفلسطيني وده اللي دفع بالتحالف الوطني أنه هو يشمل فيه قفلة الأولى مساعدات طبية عجلة ومستلزمات طبية وأدوية للقطاع الطبي في فلسطين كلها كانت طبقاً للأكواد الدولية المعمول بيها في الحالات الممثلة سواء من الحروب أو الصراعات وبالتالي فاحنا ما كانش عندنا رصد واقعي ساعتها للاحتياجات في الداخل وكنا بنعمل طبقاً للأكواد الدولية بالإضافة للمساعدات الغذائية اللي شملت العديد من المساعدات الغذائية والمياه وأكل الأطفال ومساعدات الأخطية والخيام والكساء والأكفان مع انتهاء القفلة الأولى ومع وجود رصد أدق للواقع في الداخل الفلسطيني ومع التنصيق مع الجانب الفلسطيني ومعرفة الاحتياجات بشكل أوقع كان فيه توجهات ان احنا ما تكونش دي نهاية المساعدات مع نهاية القفلة الأولى وبالتالي فبدأ التحضير للقفلة الثانية في إطار جسر إغاثي مستمر ده كان القرار بالتحالف الوطني نتكون ده جسر إغاثي مستمر مش بس عبارة عن قفلة فيها عدد من الشحنات وتنتهي وبالتالي الجسر الإغاثي كان بيتكون من شحنات عشرات الشحنات بشكل شبه يومي بتصل إلى معبر رفح وتدخل وتتسلم لأهلنا في فلسطين الشحنات كانت بتشمل مساعدات بتتطفق تماما مع احتياجات الجانب الفلسطيني خاصة في الجانب الطبي من الاحتياجات الطبية واللي كانت بتروح كمان بكمية أكبر من الاحتياجات المطلوبة من الجانب الفلسطيني سواء للأدوية أو المستلزمات الطبية المطلوبة بالنسبة للمساعدات الغذائية فتم التركيز في القفلة الثانية على الـ Easy Open Wall أو الـ Ready to Eat Products اللي تقدر أنهم يستخدموها بشكل سريع ما تحتاجش منهم أي تجهيزات أو تحضيرات مراعاة للظروف الحادثة في الجانب الفلسطيني بالإضافة طبعا لعشرات الشاحنات اللي بتحتوي على المياه والأخطية والكساء والأكفان لمراعاة كافة الظروف اللي موجودة هناك القفلة الثانية اللي انطلق الفوج الأول منها في يوم السبت 4 نوفمبر الماضي وعلى مدار 9 أيام مع تتابع وصول الأفواج كان الحقيقة قدرت أنها تحقق أضعاف اللي حققته القفلة الأولى في 9 أيام فقط وده أقل من المدة اللي دخلت فيها تقريبا كل شاحنات بتاعة القفلة الأولى وبالتالي فاحنا حابين أن احنا ده ما كانش هيحصل أبدا إلا بتعاون مؤسسات الأعضاء للتحالف الوطني والمساهمين في القفلة واللي حابب أشكرهم بالاسم بداية من جمعية الأرمان مؤسسة مصر الخير مؤسسة صناع الحياة بنك الطعام المصري جمعية رسالة الهيئة القبطية الإنجلية مؤسسة الجود جمعية مسجد دكتور مصطفى محمود مؤسسة أبو العنين للنشاط الخيري والاجتماعي مؤسسة العرب لتنمية المجتمع مؤسسة مستشفى أهل مصر مؤسسة صناع الخير مؤسسة بهية مؤسسة مرسال مؤسسة جمال الجرح لتنمية المجتمع بنك الشفاء المصري مؤسسة نبيل الكاتب لتنمية المجتمع ومجلس الشباب المصري ومؤسسة أبو هاشيمة الخير وطبعا مؤسسة حياة كريمة